السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم بالعافية عشر اليوم سوف نبدأ في الوحدة الثانية من الثقافة المالية وهي أنظمة الدفع الإلكتروني الدرس الأول هو نظام الدفع الإلكتروني ماذا يعني نظام الدفع الإلكتروني؟ هو منظومة متكاملة من النظم والبرامج التي توفرها المؤسسات المالية والمصرفية بهدف تسهيل إجراء عمليات الدفع الإلكتروني والآمنة وتخضع عملية الدفع الإلكتروني لهذه المنظومة لمجموعة من القواعد والقوانين لمجموعة من القواعد والقوانين التي تكفل السرية وضمان وصول الخدمة بصورة أفضل طيب هنا ما هي أهمية نظام الدفع الإلكتروني؟ أهمية نظام الدفع الإلكتروني في الحياة تتمثل فيه أهمية الدفع الإلكتروني في توفير الوقت والجهد والمال على الأفراد والمؤسسات إذن توفير الوقت والجهد والمال على الأفراد والمؤسسات باستخدام ماذا؟ باستخدام نظام الدفع الذي يسهل عمليات الحصول على مختلف الخدمات ويوفر طرق مباشرة آمنة وفاعلة للدفع بين الجهات المختلفة من مواقعها ويسهم الدفع الإلكتروني في التقليل من فرص فقدان النقود أو تعرضها للتلف أو تعرضها للتلف هيا أنظر أمامك في كتابك صفحة 59 تتمثل أهمية هذه العملية في توفير الوقت والجهد والمال على الأفراد والمؤسسات باستخدام نظام يسهل عليه مريض الحصول في مختلف الخدمات ويوفر طرق مباشرة وآمنة وفاعلة للدفع بين الجهات المختلفة وتسهم في التقليل من فقدان النقود أو تعرضها للتلف وتسعى الجهات الحكومية الخاصة إلى تطبيق هذا النظام الإلكتروني في مختلف تعاملاتها المالية لما لها أفر إيجابي عليها وعلى اقتصاد الوطني السؤال الأول عرف النظام الإلكتروني عرفنا وضح الأهمية وضحناها برأيك كيف أسهم التطور التقني في ظهور أنظمة الدفع الإلكتروني أسهم التطور الإلكتروني الكبير في قطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات إسهاما فاعلا في ظهور أنظمة الدفع الإلكتروني أيضا نقول بمثلا استخدام البرامج المحوسبة والتطبيقات الذكية المتصلة بالإنترنت لتسهيل إجراء عمليات الدفع الإلكتروني هي طريقة جدا سهلة ومفيدة توفر وقت وجهد في الحياة استودعتكم الله يا عاشر في حصة جديدة نتعرف على نظام فواتيركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته